قد ولد النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أمه السيدة آمنة بنت وهب عند جبل بين الصفا والمروة ورأت السيدة آمنة حين حلمت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه خرج منها نور أضاء لها قصور بصرى من أرض الشام وقالت والله ما رأيت من حمل قط كان أخف ولا أيسر منه ووقع حين ولدته وإنه لواضع يديه بالأرض رافع رأسه إلى السماء وسمعت كأن أحدا يقول لها أعيذه بالواحد من شر كل حاسد وجاءتها آلام المخاض فكانت وحيدة ليس معها أحد ولكنها شعرت بنور يغمرها من كل جانب وخيل إليها أن مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون وهاجر أم إسماعيل كلهن بجانبها فشعرت بالنور الذي انبثق منها ومن ثم وضعت وليدها كما تضع كل أنثى من البشر وبعد أن وضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة آمنة أرسلت إلى جده عبد المطلب أنه قد ولد لك غلام فأته فانظر إليه فأتاه فنظر إليه وأخذه فدخل به الكعبة فقام يدعو الله عز وجل ويشكر له ما أعطاه ثم خرج به إلى أمه فدفعه إليها وسماه محمدا وهذا الاسم لم يكن العرب يألفون فسألوه لما رغب عن أسماء آبائه فأجاب أردت أن يحمده الله في السماء وأن يحمده الخلق في الأرض وروي أن عبد المطلب ختنه يوم سابعه وجعل له مأدبة وروي أن جبريل عليه السلام ختنه حين شق صدره وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرامتي على ربي أني ولدت مختونا ولم ير أحد سوأتي وقام مناد في السماوات السبع كان يقول أبشر فقد حمل الليلة بأحمد وفي الأرض كذلك حتى في البحور وما بقي يومئذ في الأرض دابة تدب ولا طائر يطير إلا علم بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذه الليلة المباركة تحديدا بني في الجنة ليلة مولده صلى الله عليه وسلم سبعون ألف قصر من ياقوت أحمر وسبعون ألف قصر من لؤلؤ رطب فقيل هذه قصور الولادة وقيل الجنة اهتزي وتزيني فإن نبي أوليائك قد ولد فضحكت الجنة يومئذ فهي ضاحكة إلى يوم القيامة ولكن كيف صعق الشيطان في اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إبليس لعنه الله كان أول من تعالى